فرق اللي بعدها شباب بلوزداد وناس تتكلم بيقولك شباب بلوزداد وادقين موشم شكل وحش وكورنتين مرتناز المدير الفني الفرنساوي اللي معاهم الراجل بيلمي لسه ورقهم عاملين اقوى موسم انتقالات حصل في تاريخ شباب بلوزداد جايبين مين بقى الهدف التاريخ المنتخب الجزاري اسلام سليمان امام محيوس لعيب كان وقع وكان خلاص انتقل لنادي الزمالك لكنه فضل الانتقال في اللحظات الاخيرة لإفردون في الدوري السويسر الممتاز خدوه على سبيل الاعارة المدة موسم لسه بدخلش معهم في الفرق هم تعدلوا شاكر اول تلات مباريات سلبية لكن لما تيجي ببص على اشكال المباريات دعوا فرص كتير لسه ما جابوش فورما مش كل اللعيبة دخلت عندهم اي مواجهة ما بين اندية شمال افريقيا والاندية المصرية كده كده بتبقى يعني بتبقاش سهلة حتى لو الحالة والاندية جزائرية كانت متعودة ما جيبش لعيبة غالية اول مرة جايبين لعيب من جنوب افريقيا ما يخلسوا من كيب تاون من نادي كيب تاون في جنوب افريقيا جايبين قيمة التسوقية 1.4 مليون وده رقم كبير جدا بالنسبة للدور الجزائري ورقم كبير جدا بالنسبة لشياب بلوزداد ده لسه بدأ يدخل بيدخل لعب بس المباراتين التانية والتالتة لعب واحدة اساسي واحدة بديل هو واحد من اهم المواهب اللي كانت موجودة في جنوب افريقيا موجود معاه في المجموعة رزق حمرون لعيب اللي كان متقلق وشدة مع فرقه في الدور المصري انضمنهم في اللحظات الاخيرة من المركات جاك ان بي واحد من افضل لعبه اللي كانت على ردار الاهلي والزمالك بيلعب في النجم الساحلي ضموه في اللحظات الاخيرة عاملين افضل مركات وليهم في تاريخهم وفي السنوات الاخيرة بدأوا الموسيق ما استقبلوش ولا هدف لحد الوقتي لكن القصة هم لسه على صعيد الانسجام لانهم مغيرين يعتبر خط لجنب الكامل باستثناء السنائي القديم اشارهم طبعا عبد الرحمن مزيان السنائي القديم اللي موجودين للخبرات الموجودة في الفرقة لكن مغيرين الارباعة الباقيين فبتتكلم على انهم داخلين لسه فانت اوعى تستهم بشاب بلوزداد ولو نعرف بعض الحاجات لشباب بلوزداد هم بلعبوا مع التحاد بسكارة مباراة امس في خارج الارض فرج على شكل الجمهور خارج الارض لو نعرف بعض القطاط بتاعت شباب بلوزداد هم بلعبوا خارج الارض بص شكل الجمهور عملي ازاي تخارج الارض مبلعبوش على ارضهم ده كرة طبعا ده كان اسلام سليماني في ثالث مبارياته مع امام التحاد بسكارة ضرب الجزاة في الدي 490 ده بيقولك برضو سيناريو ان هم ما تنخدعش ان هم متعدين سلبيا هم حظوهم سيء جدا في الموقات في اول دي ضرب الجزافة دي 490 بالضيع في مباراة الامس امام التحب سكرة هو ده اللي مخلي شوية الامور على صعيد النتائج لسه مش ماشية لكن الفرقة دي قوية جدا جدا خاصة لو نعرف كمان بعدها شكل الجمهور ده شكل الجمهور بتاع بلوزداد في مباراة امام التحب سكرة خارج الارض فمبارات النادي الاهلي امامة بلوزداد باللعبة اللي موجودة بعد ما ياخدوهم شهر من الانسجام بشكل الجمهور ده لا منافس قوي بس الجمهور ده مش يعمل كده فمتش لاعليه عشان العقوبات انا مش بكلم عشان مريق انا بكلم على الجماهيرية بتاع بلوزداد حجم الجماهير في مباراة خارج الارض قد ايه ما بالك في المباراة على بلعبهم والآهل في ملعب الصغير ولاهل رحولهم لا لا ده مش ملعب ده مش ملعبهم ده مش ملعب 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 عشرين قوت هو الملعب بتاعهم هناك في بلوس داد فانت بتتكلم على ان الفريق ده بالعناصر اللي الحم الاولى بالخبرات اللي موجودة بمدرب متمرس كورنتين مارتينز هو اللي موجود دلوقتي بتتكلم على الشكل اللي هم عادوا ده فرقة دي بعد شهر في حتة تانية قرص وده شكل اللعبة اللي جاء طبعا هتدا في التاريخ اللي هي المنتخب الجزائري اسلام سلماني اللي بعده عيب كبير وخبرات كبيرة جدا ايما ما حيوس واحد العيب دولي كان مع العيب دولي يساجد مع متخبك زي في طول العربية وكان قريب جدا من الانتقال النادي الزمالك اللي بعده اللي بعده على طول دا كان برضو كان على الرادار الاهلي في وقت من الاوايات لابنشي الفترة الاخيرة وكان قابله وبعده على الرادار الزمالك لكنه لم ينضم جاي من النجم السحلي في صفقة مهمة جدا العيب وسط ملعب قوي جدا وده خليسه ماي خليسه واحد من افضل اللعبة اللي موجودين فيه جنوب افريقيا بلهم رزق حمرون المنتقل من فرقه ليهم في الموسم الحريف تتكلم على أمريكاته قوي جدا لشباب بلوزداد جماهير كبيرة جدا مباراة خارج الأرض صعبة جدا المواجهتين صعبين جدا بالذات خارج الأرض ليه النادي الأهلي خاصة مواجهتين خارج الأرض أخيرا مش هناخد وقت فيه استاد أبيتجان استاد أبيتجان من الفريل اللي عندها مشروعة طلع لعيبة سغيرة معهم شوية لعيبة خبرات مش كتير علشان يبيعوا اللعيبة دي وعندهم ضمن المفارقات وعندهم أصغر مدرب في تاريخ دوري أبطال أفريقيا أصغر من محمد هاني وصغر من أفشا 27 سنة 27 سنة تتكلم على المدرب عنده 27 سنة بالمناسبة يعني هو الرجل لما بنيتكلم 27 سنة ليه حياخد اللايسنس إمتى هو الرجل أكاديمي أصلا بالراجل أكاديمي جدا الراجل أكاديمي جدا عن 27 سنة دي نيجلز من المدرب فانت بتتكلم على الراجل عنده 27 سنة وده كان التعاقد بتاعه أول أول ما جابهو تحسه فهم لسه صغير لسه 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 بيحبوا فيه كرة القدم ولسه أول تجاربه وبالنسبة هو ما اشتغلش غير فرقة السيدات الشباب كمان في نادي باريس مش باريس سان جرمان في نادي باريس في فرنسا وبيحاول أنه يعمل مشروع وحتى هو في تصريحاته النهاردة أنه قال أنه هو متخاوت من الأهلي لكن هو هيحاول أنه يصعد مع الأهلي وعارف أنه الأهلي أفضل فرقة في أفريقيا في آخر 7 أو 8 سنوات وما عندهمش يا كريم لعبة خبرات غير سيلفا نكبوه وطبعا الجمهير المصرية أكيد عرفها ده حارس الأول لمنتخب كوتفار لحد أمم أفريقيا 22-23 والحارس الأول لمنتخب كوتفار 36 سنة ده اللعيب الكبير في السن اللي موجود في الفرقة وكابتن الفرقة والقائب بتاع المجموعة اللي موجودة لأنه زي ما قلت لك لعبة مجمورة لعبة صغيرة كلهم في فرس أبت جان أخيرا الشيخ مكورو ده لعيب لعب برضو جميل كورة مصرية النادي المصري البورسعيدي لعب في نادي المصري البورسعيدي من موسم 17 إلى موسم 19 في الدوري المصري لعيب مماز جدا برضو بيلعب على الجناح 33 سنة دول الثناء الخبرات اللي موجودين فأنا شايف إنهم هايبقوا مش في صعوبة مواجهة شباب بلوزداد وأورلاندو باس لكن ممكن يكون مزعجين تحديدا على أرضهم حي جيمي بصراحة عزي والله عمد شوق عشرتين على عشرة كل حاجة في كل حاجة